قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بيري إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيمين نتنياهو قد رفض خارطة الطريقة اللبنانية التي تم توافق عليها مع المبعوث الأمريكي إلى لبنان عموس هوكستان هذا وقد ندد قائد قوات اليونيفل الموجودة في لبنان بالانتهاكات الإسرائيلية مشددا على عدم المساس بالمهام وقواعد العمل الخاصة بها بعد جولات الوسطة الأخيرة يبدو أن جميع الآمال تتلاشى في التوصل إلى اتفاق يفضي لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وأن الرهان الحالي سيعتمد بشكل أو بآخر على الانتخابات الأمريكية تعنت الجانب الإسرائيلي واختياره المضي قدما في توسيع الصراع في المنطقة ومواصلة الهجمات على البلدات الجنوبية اللبنانية امتدادا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت للضغط على الحكومة اللبنانية وحزب الله للتسليم بشروطه يؤكد أن الحكم المؤكد والكلمة الفصل ستبقى للميدان الأمر الذي أدركه الجنوب اللبناني مع مغادرة الوفد الرئاسي الأمريكي تل أبيب وإخفاق المبادرة الأمريكية الأخيرة لوقف النار في لبنان وظهر ذلك جليا خلال تصريحات رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بر الذي أكد خلالها أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين تانياهو رفض خارطة الطريق اللبنانية التي تم التوافق عليها مع المبعوث الأمريكي إلى لبنان أموسا كوستن بري رأى أن الحراك السياسي لحل الأزمة تم ترحيله إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية ورفض وضع توقعات لمصاري الأزمة مبديا تخوفه من تحويل لبنان إلى غزة ثانية الانتهاكات الإسرائيلية رفضتها قوة اليونيفيل الموجودة في لبنان وشدد قائدها خلال لقائه برئيس الحكومة اللبنانية نجيب مقاتي على ضرورة عدم المساس بالمهام وقواعد العمل الخاصة بها يتزامن ذلك مع تمسك لبنان بتحقيق الانسحاب المتوازن تحت إشراف يونيفيل وعدم الموافقة على ما يقترحه نتانياه من تعديلات على قرار مجلس الأمن رقب 1701 بهدف إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان عام 2006 وعلى الصعيد الميداني جددت إسرائيل عدوانها على المناطق اللبنانية مهددة بشكل متكرر سكان مدن وقرى بأكملها بالاستهداف المباشر وجميعها مؤشرات تؤكد رفضة لأبيب كل المساعي التي تبزل لوقف إطلاق النار ترجمة نانسي قنقر